في الأخيرة لا ترى أن زوال التعذيب مرهون بقوة القضاء والعدالة النزيهة؟ نعم لا شك في ذلك والعدالة النزيهة مرهونة بقيام دولة مدنية والدولة المدنية مرهونة بالحراك القائمة اليوم هل ينجح في ذلك أم لا؟ إذا لم ينجح شعب جزائري في قيام دولة مدنية تخدم المجتمع وتتبنى قيامه ومبادئه وقناعاته وتنهض بالبلاد فبكل أسف ألم نتجه إلى أوضاع كارثية بكل ما تعني الكلمة نحن أمام واقع وجودي أو أمام مفرق وجودي إما أن نكون أو لا نكون إما أن تنهض دولة شعب وتقوم دولة شعب إما أن يستمر نظام الحنوشة في العبث نظام شيطاني حقيقي في العبث فيؤدي بالبلاد إلى الهلاك والآن هم يتجهون إلى استخدام الجيش في خدمة الاستعمار وهذا سيكون له تداعية كارثية على البلاد ولذلك الشعب الآن مطالب بأن يسارع في قضية التغيير بالمنطق بالحكمة والسلمية ولكن بالثبات وبالجوهرية وبالراديكالية اللازمة حتى لا تنهار البلاد ولا نصبح حديث كان كنا في زمان الوضع خطير ولكن الأمل كبير وكبير جدا بعد الله سبحانه وتعالى أن هذا الشعب ينهض بهذه البلاد ويقضي على الظلم الظالمين فتقوم لنا قائمة بإذن الله شكرا لك سيمو حامل العربي على رحب صدرك وإجابتك على الأسئلة التي كنا ننتظرها وإن شاء الله يكون استفاد مننا كذلك المشاهد في هذا الموضوع وهو التعذيب لهو حائق وهو بالأكيد هو آخر ورقة يلعب النظام ضد الشعب ويلعب في الوقت الضائع فقط ولموعدنا إن شاء الله في 22 فبراير ليكون إن شاء الله المخلص من النظام الدكتورية شكرا لك سيمو حامل العربي شكرا لكم أنتوما وين راهي العدالة وين راهي القانون أطلقوا خاوتنا ليراهم في السجون شكرا لكم السلام عليكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم اشتركوا في القناة